تغم وعود إقرارها سريعا الموازنة تراوح مكانها داخل أروقة البيت التشريعية ونهاية الأسبوع الموعد الجديد لحسمها مع استئناف جلسات برلمانه بيت الورق الكردي ينهر على أعضائه ونواب الحزبين يتبادلان الاتهامات فيما بينهما الاقتران اسمه بقمع تشرين امتداد طالب قلة نائب محافظ ديقار وتغييرات الوزرية بمهاب ريح الكتل السياسية بقصف تركي جديد ثلاث قتلى من حزب العمال في سنجارة وهل القضاء يطالبون بالاستقرار وعودة المغتطفين كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل أهلا بكم والبداية من مشروع الموازنة الاتحادية إذ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم أهمية الإصرار بإقراع الموازنة وخلال لقاء جمعهما استعرضا مختلف الأوضاع على مستوى الوطني وجوانب الأمنية والاقتصادية جرى تأكيد على أهمية إقرار قانون الموازنة وضرورة الشروع بما ورد فيه من برامج وخطط تنموية تتصدى لأبرز الملفات التي تشكل أولوية في حياة المواطنين إلى ذلك كشفت اللجنة المالية نيابية عن إكمال اللجنة أغلب النصوص المدونة في الموازنة عضو اللجنة معين الكاظم أشار لأن اللجنة ستحسم اليوم المواد الخاصة بإقليم كردستان ويتم إنهاء المناقلات لتكون الموازنة جاهزة مع نهاية الأسبوع وتسلم مسودتها إلى رئاسة البرلمان وأضف الكاظم أن فقرتي حصة الإقليم والمناقلات كانت محل خلاف داخل اللجنة هذا وكشفت اللجنة المالية النيابية عن أبرز ما تضمنته الموازنة في محاربة الفساد فيما أشارت إلى إضافة فكرة التقييم نصف السنوية للجهات التنفيذية عضو اللجنة يوسف الكلاب أشار إلى أن اللجنة حرست على أن تتضمن الموازنة الزم الوزراء بما يتعلق بمسالة التعاقد وعدم جباية الواردات وأكد الكلاب الحاجة إلى إجراءات اقتصادية تتعلق بالدولة من أجل تقليل التقلي على الموازنة التشغيلية في سياق متصل كشفت وزارة التخطيط عن تضمن الموازنة بنودا جديدة تعالج تأثير تغيير أسعار سرف الدولار وكل الوزارة مهر جوهان أشار لأنه تمت الاستجابة بإضافة هذه البنود وفقا للأمن الإنساني والغذائي فضلا عن الأثر الاقتصادية الذي خلف ارتفاع السعر السرف وأكد جوهان أنه في حال إقرار الموازنة الجديدة فإن جزءا كبيرا منها يمتل استجابة لتوفير الأغذية وتغطية متطلبات شبكة الحماية الاجتماعية أما الآن نقف على آخر ما وصلت إليه مناقشات الموازنة مع النائب المستقل السيد ياسر الحسني أهلا بك سيد ياسر سيد ياسر تسمعني عفوا يبدو أننا فقدنا الاتصال نعاود على حضراتكم تكملة نشرتنا الإخبارية أكد رئيس حكومة كردستان مسرور برزاني أن الإقليمة لا يزال ينتظر بغداد أن ترسل له كافة مستحقاته وحقوقه المشروعة وقال برزاني في كلمة أن كردستان بذلت جهودا للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بشان ملف النفط والموازنة وباقي المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد مضيفا أن الإقليمة أدى كافة مسؤولياته الملقات على عاتقه ولا يزال ينتظر المركز أن يفي بوعوده في ضمان تنفيذ هذه الاتفاقية بالكامل وهذه عودة إلى السيد ياسر الحسيني النائب المستقل أهلا بك سيد ياسر مجاددا سيد ياسر تسمعني سيد ياسر عفوا تسمعني سيد ياسر نقترب من نصف السنة المالية والعراق من دون الموازنة هل مناقشة قانون الموازنة يعني تتطلب كل هذا الوقت أم أن هناك أسباب أخرى تفضل سيد ياسر تسمعني السلام عليكم عليكم السلام والرحمة سيد ياسر أعد على حضرتك السؤال سيد ياسر نقترب من نصف السنة المالية والعراق من دون موازنة هل مناقشة قانون الموازنة تتطلب كل هذا الوقت أم أن هناك أسباب أخرى حسب وجهة نظرك تفضل سيد ياسر شكرا لك سيد ياسر يبدو أن هناك خلل في الاتصال لديك هذا وكشفت مصادر مطالعة عن خسارة إقليم كردستان أكثر من مليار دولار بسبب توقف تصدير النفطة المصادر ذكرت أن ذلك أدى إلى توقف معظم انتاج المنطقة البالغ 450 ألف برميل من النفط يوميا في غضون أسابع مبينا أن الحقول التي استمرت في الانتاج هي الآن غير متصلة أو تعمل بانتاج منخفض تحتضن بغداد السبت المقبل مؤتمرا لوزراء النقل لدول الجوار العراقي ودول مجلس التعاون الخارجية الناطق باسم الحكومة باسم العوادي قال أن المؤتمر سيناقش المشروع الواعد المتمثل بطريق تنمية استراتيجية الذي يشكل المسار الحيوي والمهم لجميع بلدان المنطقة والعالمة وأضاف العوادي أن المؤتمر يأتي ضمن مسار الحكومة في تعزيز تعاون الترابط الاقتصادية مع دول المنطقة يسخر العراق بألاف فرص الاستثمار سواء بما يخص ثرواته الطبيعية أو أراضيه شاسعة شاسحات المساحات مما يتطلب العمل بجدية لجلب هذه الاستثمارات التي كان من بينها دعوة السودان لتكتل اقتصادي عربي مؤتمر بغداد 2023 للتكامل الاقتصادي والاستقرار الاقليبي تكتل اقتصادي عربي دعوة أطلقها رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني في قمة مدينة جدة في السعودية لقصدها الإيجابي لدى الأوساط الاقتصادية والمختصين بالاستثمارات حيث اعتبر الدعوة خطوة مهمة مع ما يعيشه العراق من وضع جديد وتقارب كبير مع أشقاه العرب هذه الدعوة حقيقية باعتبار أن الوطن العربي يتصف بأن هناك تكامل اقتصادي وثروات طبيعية وأيدي عاملة من شأنها أن تخدم التكامل الاقتصاد العربي وتأتي دعوة سيد محمد الشياع السوداني من موقف العراق الحقيقي بدعم الأفطار العربية ودعم الأخوة العرب في كل مكان وأيضا تأتي من خلال البرنامج الحكومي العراقي الذي أدى إلى تطوير الاقتصاد العراقي وتجد غالبا الاستثمارات العربية وأموالها الكبيرة ضالتها في البلدان الأجنبية ويمكن إدارة الدف نحو العراق حيث تحتاج البلاد إلى عشرات الآلاف من مشاريع المنى التحتية واستثمارات مساحات الأراضي الشاسعة غرب العراق واستغلال الموارد الطبيعية الكثيرة والتي يتركها العراق تهدر نحن نسعى بالعراق لوجود تكتلات اقتصادية عربية وإن شاء الله يكتب لها النجاح وليس كسابقاتها من التكتلات أو الاتفاقيات السابقة مع الأسف أننا كالعقلية العربية صعبة المراس وصعبة الاقتناء بمثل هذه الاتفاقيات لكن نتمنى أن هذه المراسة يصير اتفاق هي دعوة واضحة وصريحة أن السيد السوداني يرى أن الواردات العربية والعرب ما يملكونها من خيارات كثيرة من معادن زراعة ثروحيوانية هذه الأمور ممكن إذا ما كانت هناك قيادة اقتصادية موحدة وانشأت لها سوق موحدة ممكن أن تكون قوة اقتصادية تظاهر قوة اقتصادية للصين أو أمريكا الهدوء والاستقرار الأمني يضعوا القرار بيد الحكومة لبسط سيطارتها وتوفير المناخ الأمثل الاستثمار العربية واستقدام الشركات العربية والأموال الضخمة وتوفير الأرضية المناسبة بعيدا عن الفساد والبيروقراطية التي نهشت مليارات المشاريع على مدى عشرين عاما وجعلت العراق دون أدنى خدمات رغم الموازنات السنوية الانفجارية والتخصيصات التي سرقت أغلبها من بغداد حيدر انصيف قناة الرابعة أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني براءته من التهم الموجهة إليه والمتعلقة بتمديد عمر برلمان الإقليم وتأخر إجراء انتخابات كردستان الحزب في بيان الرسمي قال إن رئيس الإقليم حدد في عام الفين واثنين وعشرين موعد إجراء الانتخابات قبل انتهاء المدة القانونية للدورة الخامسة لبرلمان كردستان لأن الكتلة السياسية الكردستانية لم تصل إلى توافق في هذا الشأن وقررت بغالبية الأصوات تمديد الدورة النيابية الخامسة وفق القانون 12 عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد عبر عن استغرابه من موقف الاتحاد الوطني الرافد لتفعيل عمل مفوضية الانتخابات بالإقليم محمد في حديث لبرنامج من جهة الرابعة أوضح أن الاتحاد أجزم بأنه لا يريد إجراء انتخابات في الإقليم ما حصل اليوم شيء كلش غريب استغربنا إحنا لأنه اليوم كان المفروض نصوط على تفقيل المفوضية أسف منا المفوضية عندنا منتهى صلاحيتها فيجب أن يقر من الفرلمان أما انفعلها أو نغير المفوضية فاليوم كان القرار تفعيل نفس المفوضية خليم كونستان الأخوة بالاتحاد قالوا أميسي فإحنا ما نقبلها يا بلاش ما تقبلوها؟ ونفس المفوضية بي أضوان منعتكم ثلاثة منعتنا ثنيين من التغيير يعني هم المفوضية تسعة إحنا اتفاجأنا اليوم لأنه كان بالأمس اجتماع لقيادين بالمكتب السياسي وكان بالاجتماع كان اجتماع إيجابي ولكن باختصار بدون أمال أخي سوزان تزعل مني الآخر شيء اللي احنا عرفنا الأخوة بالاتحاد غير مساعدين للانتخابات وما يليدون يخوضون على الانتخابات في الطرف المقابل أكد المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سوزان منصور أن الخلاف الذي حصل أمس داخل برلمان الأقليم يأتي بسبب إضافة فقرة على جدول الأعمال مشيرة لأن إضافة فقرة تفعيل عمل مفوضية الانتخابات إلى جدول الأعمال في اللحظة الأخيرة أدى لنشوب الخلافي ورفع الجلسة ما يحدث في البيت الكردي أكيد يجوز المنظر مثلا الواحد يشوفه أنه منظر غير مستحب رمي الأبطال وخوص ولكن يعني إذا البرلمان كله متوافق وماكو حركة بالبرلمان هم وضع مطبيعي يعني لازم أكو حركة بس يجوز حركة اليوم كانت كل شيء واي اللي صار إنه إحنا مو بمقدمة حضرتش على إنه إحنا ضد تفعيل أعضاء المفوضية إحنا مو ضد إنه ضد الكيفية كيف صارت الآلية الآلية بالضبط حسب المادة 48 رابعا من النظام الداخلي لبرلمان كردستان إنه الجلسة لازم تعلن قبل 48 ساعة جدول الأعمال وجدول الأعمال عرض قبل 48 ساعة وأيضا شيء طبيعي إنه ينضاف فقرة على جدول الأعمال ولكن هذه الفقرة يجب أن تضاف قبل 24 ساعة من بدء الجلسة وبموافقة رئيس البرلمان يعني كان خلاف بالاثنين رئيس البرلمان كان غير موافق وأيضا قبل حوالي 19 إلى 20 ساعة تم إضافة الفقرة يعني وهذه الفقرة كانت من ضمن ثلاث فقرات هذا واتهم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غيات السورتش الديمقراطي الكردستانية باستغلال مقاعد الكوتا المخصصة للمكونات في الإقليمة وقال السورتشي أن الأحزاب الكردية طلبت من البارتي إعادة النظر في قضية الكوتا إلا أنه رفض الأمر مما تسبب بالمشاجرة التي حدثت داخل برلمان كردستان يستغل هذه الكوتات لصالحه أو يرشح أشخاص على كوتات من كوادرهم أو من مؤيديهم طبعا نحن طلبنا من حزب الديمقراطي الكردستاني فليس نحن كإتحاد بل جميع الأحزاب الكردية أن يتم مثلا آلية التصويت على الكوتات يعني المسيحي يحضي أو يدل أصواته المسيحي أو التركماني والأرماني والآخره لكن هما لم يقبلون وكذلك طلبنا منهم بأنه تتوزع الكوتات على أربع دوائر أو على مستوى كل محافظة فلم يقبلوا لأنهما مستفادين من هذه المقاعد فلذلك طبعا هذا النقطة الخلافية كان اليوم أدت إلى مشاجر بين الفريقين أو الكتلتين كتلتنا ومع حزب الديمقراطي الكردستاني بوطيرة متساعدة تسير الخلافات بين أربيل إلى كاركوك بين الغريمين الكبيرين البارتي واليكتي بالمحافظة المتنازع عليها قد تكون حائلا دون إجراء الانتخابات من مواطني القومية الكردية الكردي لها انعكاسات كبيرة خاصة قبيل انتخابات إقليم كردستان وكيفية الوصول إلى تفاهمات تحرك عصى المطالب تجاه الحكومة الاتحادية نحو التنفيذ كاركوك من المحافظات التي تتأثر تأثيرا مباشرا بحجم الخلافات سيما أن أهم المناصب الإدارية في المحافظة ضاعت نتيجة تلك الخلافات تأثيرات الانتخابات وكيفية علاقة الأحزاب الموجودة في أقليم كردستان يؤثر تأثيرا مباشرا على أوضاع الكرد والأحزاب الكردية الموجودة في مدينة كاركوك بسبب تلك المشاكل الموجودة وعدم موجود تفاهم مشترك بين الحزبين الرئيسية قد ضاعت من الكرد منصب محافظ مدينة كاركوك كانت له تأثيرا سلبيا على الأوضاع في مدينة كاركوك وتعتبر كاركوك ضمن المناطق المتنازع عليها الأمر الذي يحول مواطنها من القومية الكردية دون مشاركتهم انتخابات إقليم كردستان أو الإدلاء بأصواتهم وكما يقول قانونيون إن الانسجام بين الأحزاب الكردية هو مصدر قوة سواء للعملية السياسية أم لقاعدتهم الجماهيرية حسب القوانين المواطن الكردي في كاركوك ليس له الحق في التصويت العملية السياسية في الانتخاب برلمان كردستان لأن باعتباره من المناطق المتنازع عليها لحد الآن لم يكن جزءا من أقليم كردستان كل انسجام واتفاق بين الأطراف سواء كانت في أقليم كردستان أو في العراق هي قوة بالنسبة لكاركوك ويكون بالتالي تأثير إيجابي لاختيار المحافظة لإدارة المحافظة مفرزات انتخابات إقليم كردستان إن لم تأتي على هوا الأحزاب الكردية المسيطرة على المشهد السياسي لربما ستؤثر في الاستحقاقات الإدارية داخل الإقليم والمناطق المختلف عليها كما يرى هم مراقبون من كاركوك مهند التميمي قناة الرابعة جددت المفاوضية العليا المستقلة للانتخابات استعدادها لإجراء العملية الانتخابية في موعدها في كانون الأول من العام الجاري المفاوضية في بيان أفادت بأن رئيس الوزراء محمد شيع السوداني التقى رئيس وأعضاء مجلس المفاوضين وأكد دعمه لعملهم لإنجاز الاقتراع الخاص بالانتخابات المحلية وبما يحافظ على نزاهتها كما قدمت لرئيس الحكومة شرحا مفصلا بالجدول العملياتي والتوقيتات الزمنية اللازمة للعمل في سياق آخر طلب النائب عن حركة امتداد على الركاب رئيس الوزراء بإقالة نائب محافظ ذيقار أبا ذر عمر الركاب في وثيقة أوضحة أن نائب المحافظ مقترن اسمه بأعمال القمع والقتل واستخدام القوزة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في المحافظة على اعتباره كان جزءا من حكومة 2019 إضافة إلى وجود قضايا بحقه منظور أمام هيئة النزاهة تتعلق بوجود شبهات فساد مالي وإدارية انقضت المدة المحددة لإجراء التغييرات في الكابينة الوزرية لحكومة محمد شيع السوداني ولم تجري حتى الآن أي منها على مستوى الوزراء فيما تلقى اللائمة على الإدارة السياسية من جانب وتعطي لعمل الحكومة من بعض الكتل من جانب آخر بعد انتهاء مدة ستة أشهر التي حددها رئيس الحكومة محمد شيع السوداني لتقييم أداء وعمل الوزراء والمسؤولين التنفيذيين يحذر مراقبونه من تأثير القوى السياسية على تأخير وتسويف إجراء التعديلات الحكومية في وقت يتعثر عمل بعض الوزارات ولا سيما الخدمية على حد قول المراقبين التغيير الوزاري وتعطي له هي إرادة سياسية ليست هناك عقبة فنية ولربما هذه العقبة الفنية هي الموازنة العراقية هناك عقبة سياسية وهذا ما استشفيناه من حديث رئيس الوزراء عندما قال هناك من احترف على التغيير الوزاري سوف نذهب ونعرض هذا هو من يحترف فليحترف إذن الواضح من كلام رئيس الوزراء أن هناك احتراض سياسي ومع بدء المواجهة الحكومية لإحفاء المدراء والمسؤولين تشير مصادر سياسية إلى رفض تلك الإجراءات بشكل قاطع وعدم المساس ببعض الشخصيات التابعة لأقطاب متنفذة بزعم أن إجراء التقييم لم يكن مستوفيا في ظل عدم إقرار الموازنة المالية بعض الكتب السياسية هي أصل فاسدة وتحمي المدير العام الفاسد وإن منصب هو اشتراه في الحكومة السابقة فلذلك شيء طبيعي أن هذه الكتب السياسية تحاول أن تحمي فاسدها موظفيها سواء على مستوى مدير العام أو وكيل وزارة أو وزير على الرغم من الضجة السياسية التي رافقت خطوة التقييم الوزاري إلا أنها بدأت تخفت بعض الشيء كونها تتضارب مع مصالح ونفوذ الأحزاب الحاضنة للوزراء وبقية المناصب الأخرى ويرى مراقبون أن التقييم الوزاري الذي تعهدت الحكومة بإجرائه منذ شهور لا يبتعد عن التدخلات السياسية وهيمنتها على السلطتين التنفيذية والتشريعية من العاصمة بغداد فقار فاضل الرابعة أهلا بكم أمنيا قتل ثلاثة أشخاص إترى تجدد القصف من قبل طائرات تركية لمواقع في قضاء السنجار بمحافظة نينوة وبحسب بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في القليم فإن طائرة مصيرة تركية قصفت مقرا لمقاتل حزب العمال في قرية تشومو خلفه بقضاء السنجار مما أسفر عن مقتل ثلاث مقاتلين وإصابة عدد آخر ثماني سنوات مرت على تحرير قضاء السنجار وما يزال العديد من الأهالي ممنوعين من العودة إليها أما الأسباب فتتعدد ما بين تعويدهم وتوفير الاستقرار والكشف عن مصير المختطفين لا يزال الآلاف من سكان قضاء السنجار ممنوعين من العودة إلى مدينتهم على الرغم من مرور نحو ثماني سنوات على التحرير ويعيش بعض هؤلاء في مخيمات بإقليم كردستان فيما غادر آخرون البلاد وهناك أسباب كثيرة تمنع عودتهم منها اتفاقية سنجار والأوضاع الأمنية لحد الآن أبناء الديانة الإزدية وخاصة من سنجار يسكنون المخيمات في أقليم كردستان وهذا ظلم بحق هذه الديانة مطالبنا أنه اتفاق الحكومة العراقية مع اتفاق مع أقليم كردستان بتهيئة الظروف وتهيئة الأجواء لرجوع أبناء هذه الديانة نازحوا سنجار يؤكدون أن عودتهم مرهونة بتوفير عدة شروط أهمها تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم خلال حرب داعش وتوفير الخدمات ووضع حد لتواجد قوى متعددة في سنجار وتوفير الاستقرار والكشف عن مصير المختطفين وحسم ملف إدارة المنطقة أنه عدد عودة النازحين إلى مناطقهم هو أكثر من سبب عدم وجود وضع أمني مستقر حيث ضبابية الوضع الأمني في سنجار بصراحة حيث أكثر من وجود قطعة عسكرية ماسكة للأرض من المفترض أن يكون لهم الأولوية في الاهتمام وأن يتم تعويضهم وتأهيل مناطقهم وتحقيق العدالة الانتقالية في مناطقهم وتمكينهم من العودة إلى مناطقهم وتعويضهم عن ما جرى لهم من جرائم على يد تنظيم داعش الإرهابي وبحسب أهالي سنجار أن تنفيذ الاتفاق بدون موافقتهم سيسبب مشاكل كبيرة وما يثير مخاوفهم في هذه الاتفاقية الغامضة هو حصولها بعدم علمهم بحجة تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي وبين الاتفاقية الموقعة من دون إرادتهم والصراعات السياسية والقصف التركي ونقص الخدمات الإيزيديون يدفعون ضريبة بقائهم في المخيمات لقناة الرابعة محمد الشبكي الموصل أطحت استخبارات الحجر الشعبي بأحد عناصر داعش الإرهابي في محافظة سلاح الدين وجاء في بيان الحجر مفارز استخبارات اللواء كاركو كعملية التابع وشرق دجلة طاحة بأحد عناصر داعش الإرهابي في قضاء الدور شرق محافظة سلاح الدين وضح الميانة أن الإرهابي كان يعمل مع التنظيم في قضاء الدور وصادرة بحقه مذكرة قبض حيث جرى اتخاذ الإجراءات الأصولية بحقه حذرت مديرية الموارد المائية في محافظة ذيقار من بحيرات الأسماك التي تستنظف الجزء الأكبر من مياه حوض الفرات وقال مدير عام المديرية عبد الرضا مصطاح أن مديريته شكلت لجنة تعمل بالتعاون والتنسيق مع قيادة القوات المشتركة لمتابعة البحيرات والأحواض المائية المنتشرة مبينا أن وزارتي الزراعة والموارد المائية وضعت ضوابط محددة وصارمة لمنح إجازات تلك البحيرات هذا وأغلق أصحاب أحواض الأسماك في محافظة بابل الطريقة أمام القوات الأمنية لمنعها من رفع تجاوزاتهم على الأنهر وقال مراسل الرابعة أن مديرية الموارد المائية في بابل أطلقت حملة لإزالة جميع بحيرات الأسماك المجازة وغير المجازة بسبب شح المياه الكبير في المحافظة لا فتن لأن هذا الإجراء يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة المحلية لتوجيه المياه نحو الاحتياجات المهمة والأساسية لعبور فصل الصيف نحو الاحتياجات المتحدة موسيقى 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 حسناً انتظرنا يوم واحد يوم يوم بس مننا على اللي نشيل هين نصبين نجيه هين الهتم بالشام ياش يجيب لديك هذا المي جايب والله ما يزيل هذا اما الآن مشاهدين الكرام معنا مرسلنا من باب الزيد الشهيب ليطلعنا اكثر على التفاصيل اهلا بك زيد ولو سمحت ان تحدثنا عن تفاصيل هذه الحملة تفضل نعم تحية طيبة لكم ولكم مشاهدي قناة الرابع الفضائية نحن اليوم نتواجد في شمال محافظة بابل منطقة المحاويل قرية البو مصطفى بالتحديد اليوم دائرة الموارد المائية تشرع بازالة جميع احواض الاسماك المتواجدة في هذه القرية كما تشاهدون الآن اصحاب الاحواض يعني قدر الامكان يحاولون الحفاظ ممكن على اسماكهم قدر الامكان يعني من عدم الموت اليوم دائرة الموارد المائية شرعت بفتح هذه الاحواض على البزول القريبة حسب توجيهات رئيس الوزراء وايضا وزير الموارد المائية بازالة جميع احواض الاسماك المتجاوزة في جميع مناطق محافظة بابل بالنسبة لبحيرات الاسماك المتواجدة في شمال محافظة بابل في منطقة المحاويل هناك خمسة وخمسين بحيرة وفي منطقة المسيب عفوا والسدة تتواجد ثلاث وثلاثين بحيرة جميعها ستزال حسب تصريح دائرة الموارد المائية والاحواض الرسمية او الاحواض المجازة تم اعطاء مهلة لها مدة ستة شهر طبعا للحديث اكثر عن هذا الموضوع ينضم الينا صاحب احد احواض الاسماك في قرية قلب مصطفى السيد عمر مساء الخير عليك سادر مساء الخير عليك سادر شون اللي يصار شون يعني داشوف داشوف هاي البحيرات هاي ملايين نين يجيبها يعني اريد اشوف بس اريد اشوف الوزير ينطي ينطي فلوس هاي خسائر ملايين نين ينطي فلوس هاي العلم نين تنطي فلوس العلف وتنطي فلوس الهاي وثاني مرة يعني هسه من هو قطع المي عنه الانهون كلها مسددة هاي مي مالبزول يعني مي غير صافي يعني غير صافي هاي شوفوا المي انت شونه مي وصخ هذا كلها مالبزول يعني احنا صارنا اكثر من من شهر عاني عن هذا الانقطاع مال المي دايجون ما نطينا مهلة يا اخي ماكوا مهلة لعد لو منطينا مهلة احنا جازر لا حذرونا قبل عشر تيام عشر تيام يجو سده والانهر ومشو طيب خلال هاي العشر تيام يعني ما حاولنا وجو النواب وجو شسمه قلنا لهم احنا على بزول وبيار يعني احنا على بيار وعلى بزول ما يصير يعني هسه من فتح هاي بملايين من يدفع فلوس هاي الوزير ينطيك ينطي لاب المعمل خالب ماك استثناء يعني دايجون شوف ديش انفتحة هاي انفتحة ديش انفتحة وثانيا دايجون يعتقلون بالعالم يعني اي واحد يحكوا يهم يعتقلوا على مال من عم خمسمية ومليار اكو مليارات عمي مو بس هاي اكو واحد عنده 400 مليار مليون والثاني عنده 250 ما يصير عم هاي العالم نيتسن ابو العلف منين يصن بس قل لي ابو المعمل ابن باتر يجي ديك بابك ابو المعمل الوزير ينطيك هو هذا حيدر نفسه ينطيك حيدر حيدر ما يطيك عم حيدر اضربوه بالسد ضربوه بالسد وعافوه عاف المنطقة ليش بس احنا منطقتنا خالي بس منطقتنا استاد ليش بس منطقتنا ايه هتحدى هالستاذ هتطلعوا لأي منطقة غير منطقتنا هاي صالهم ثلاثة يام منطقتنا عليش عليش بس بل بو مصطفى ليش بس بل بو مصطفى ليش ليش ما دني المناطق المجاورة منها ومنها ليش يعني دقوا بس على المو مصطفى خالي شنسوا هاي نقول احنا حسبي الله ونعمل وكيل عليهم ما عدنا كل في الاجراء خالي شنريد نسوي هاي حطينا ديانا وقعدنا والعوض على الله خوش بس احنا شنقول نقول حسبي الله ونعمل وكيل عليهم شكرا جزيلا شكرا او اي حوض في منطقة قلب ومصطفى يعني هذا الحوض الأخير تم فتحه بقية الاحواض تم فتحها ايضا لم يتبقى حوض دائرة الموارد المائية يعني بحسب كلامها جميع الاحواض في محافظة بابل ستزال المجازة وغير المجازة المجازة ستعطى مهلا مدة ستة اشهر اما غير المجازة ستزال ازالة آنية بتوجيه من رئيس الوزراء وبتوجيه ايضا من دائرة الموارد المائية عفوا او وزارة الموارد المائية هذه عودة لكم الى استوديوز وملاها العزاء نعم زيت الشهيب من بابل مرسلنا شكرا لك مشاهدين الكرام وصلنا ويكم الاختة من نشرة فالى العنوين رغم وعود اقرارها السريعا الموازنة تروح مكانها داخل اروقة البيت التشريعي ونهاية الاسبوع الموعد الجديد لحصنها مع استيناف جلسات برلمانه بيت الورق الكردي ينهر وعلى اعضائه وعواب الحزبين يتبادلان الاتهامات فيما بينهم الاقتران يسميه بقمع تشريه امتداد تطالب بقالة نائب محافظ ذيقار وتغييرات الوزرية بمهب ريح الكتل السياسية بقصف تركي جديد ثلاث قتلى من حزب العمال في سنجار وهل القضاء يطالبون بالاستقرار وعودة المختطفين مجاهدين الكرام للمزيد من الأخبار وابداء الأرى والملحوظات حول نشرتنا يمكنكم مؤسلتنا على موقع القناة رابعة دوتيفي وعلى مواقع تواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب انستجرام توليجرام سنابشات وتك توك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر